موسيقى الحمد لله خير الله احنا حبين نوضح كده للسادة المشاهدين في البداية فكرة برنامجنا عشان العطارة لان في ناس كتير بعطيت لنا عايزة وصفات كتير خاصة وتستسنى عن الطب العادي وتتعامل بالعطارة فاحنا حبين يعني فيه امور محتاجة الطب العادي وفي امور بسيطة اللي احنا ممكن نعليجها بالعطارة بتاعتنا فكنا حبين حضرتك توضح كده فكرة البرنامج الاول ونقول للسادة المشاهدين الحاجات اللي خاصة بينا وبعطارة ابو خشيلة ايه المسموح ان احنا نعملها و ايه المسموح اللي احنا ناخدها احنا بقى بسم حمار رحيم طبعا احنا في الاول مش عايزين ننسى فكرة البرنامج ان احنا بنوري الناس يعني ايه عطارة الامور البسيطة خالص بدون اي شق تجاري وبدون اي بيع اي حاجة الناس تبقى فاهمة اللي عشب وتقرأ عنه وتعمل سيرش وتشوف فوايده ايه لان كل عشب بقصة كبيرة جدا فكون ان احنا مثلا بنتعارض مع الطب لا خالص تماما انا ما نطلقش مع الطب ما نطلقش مع الدواء ما نطلقش مع ايه دكتور بس هي حاجات افكتف قوي فعالة وتساعدنا وتساعدنا وتريحنا جدا فهي دي فكرة البرنامج ودي اللي قائم عليها احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القولون فاحنا النهاردة اخدنا وصفة بسيطة وصغيرة منه بس احنا المرة دي واخدينه بكل الجوانب بتاعته اللي احنا ممكن اي حد في البيت يستعملها واستاذ زاهر كمان جايب لنا معاه الاعشاب وجايب لنا معاه الحاجات اللي احنا ممكن نبقى فيه ناس مش عارفة شكلها ايه احنا جايبينها النهاردة عشان نعرف كل منتج او كل عشب وشكله ايه عشان ما حدش يتلغبط لان فيه اعشاب كتير جدا شبه بعضها صح كده؟ ويوب كذا اسم كمان يعني فيه اعشاب بتلات اسماء وتبقى هي نفس العشب ونفس الحاجة واحدة يعني فيه عشب واحد ممكن يكون ليه كذا اسم اه 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 ا نتطرق له يعني دلوقتي طيب إحنا بقى نبتدي بأول وصفة لنا وهي وصفة عامة للقولون طبعا من كتر الضغوط اللي الواحد فيها والنفسية أول حاجة بيتأثر بها أصلا القولون يعني دي أكتر حاجة الناس كلها بتتعب منها جدا القولون بيخلي الدنيا الواحد مقاريف مش عارف يتعامل في الحياة صداع تحسب أنه ظهره بيوجعه مع ديته كل حاجة لحقيقة فإحنا عايزين بقى دلوقتي نبتدي بأول وصفة هي وصفة عامة ممكن الناس كتير تقدر تعملها للقولون للقولون وهننزل بيها كمان طبعا معنا أول وصفة على الشاشة إحنا مش هننكر أن المعدة أو البطن بقى معدة عامة هي بيت الدق فهكون إن هي تبقى مظبوطة أصلا دي في حد ذاته شيء رائع يعني إن أنا مثلا نبقى مع ديتي مظبوطة مظبوطة في الهضم ومظبوطة في النهاء يعني ما فيش ألم ما فيش ارتجاع ما فيش كلام ده ده بيبقى العامل النفسي بقى هو اللي بيعمل كده طبعا فالقولون يعني يمكن هو ده اللي عليه العين هو ده اللي في الوش الناس كلها بتشتكي منه وكلام منه فيه وصفات كتيرة نقول بقى أول وصفة أول وصفة معنا أه عشان تبقى الموضوع سهل على الناس وغير مكلف بتنزل لعطار بتجي منه حاجات بسيطة جدا تقدر تعملها في البيت وطريقتها طبعا هقولك طريقة استخدامها دلوقتي يعني مش السبب ان لازم يكون فيه سبب ان نخلي المعدة تعبانة لأ هو ممكن يكون العامل النفسي أكتر حاجة هي اللي مستطلبها ان القولون طبعا هو عصبي اه بيتعب البنية طبعا والقولون ده كذا مشتقطه كتير هناخدها جزء جزء النهاردة في حلقتنا اه وطبعا هي كبيرة احنا هنحاول على قد ونقدر نلم حاجة صغيرة ان شاء الله اول وصفة معينا بقى اول وصفة اول وصفة هي عبارة عن كمون 40 جرام نعناع 40 جرام حصلبان 40 جرام مرمريا 40 جرام شمر 40 جرام شبت 40 جرام عرقسوس 20 جرام كسبرة 20 جرام طب في حاجات من اللي موجودة ديت من اللي حضرتك قلتها طبعا انطلع حاجة منهم مثلا ده الروزماري اه 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 نبات زي ما انت شايفة كده اخضر اغلب استخدامه او اغلب المعرفة اللي الناس له انه هو بتاع البهارات اه ده بتاع الفراخ بتاع الفراخ الحاجات دي اه شبت اول حاجة انت اخذها الفراخ اه دي اه ما هي دي معروف انه كده في عدد عشب قوي جدا وحلو جدا للمعدة وللاطفال الرضع وللكبار وبيخش في عشب التخسيس يعني كل عشب هنتكلم فيه من ضمنه برضه الينسون النجمي اعلى وقرقى انواع الينسون هو من جيل الينسون بس ده عليهم وده اللي كان بيستخدم منه الامصال بنستخرج منه الامصال في الفترة الاونية بتاع الفلوانزة الطيور والخنازير الفترة اللي فاتت اه كان بيخرج منه مادة المصل التي مفله ده مادة خام انا عارف ان هو يعني غالي شوية طبعا الينسون العادي بس هو يعني فايدته اعلى بكتير طب المكونات اللي حضرتك قلت عليها دي اه انا كاروح مثلا العطار اجيب الحاجات دي واغليها مع بعض ولا اعضفهم ازاي تمام وارد جدا ان انت تروحي العطار تجيبي مثلا الوصفة زي اللي احنا قلناها دلوقتي وتجيبيها من العطار وتعمليها انت طب اغليها زي ما هي لو زي ما هي تضغلي اه اخد حاجة من كل واحدهم اه شويات كلها على بعضها وابدى اغليهم بس يضغلي ده يبقى معناها ان هو يحصل زي ما هو انما لو اتطحن وده انا بفضله عشان يبقى فايدته اعلى وما بيدغليش طالما انطحن ما يضغليش المجموعة دي كلها تتطحن مع بعض اي عشب انا بتكلم بسيط عنها تتطحن مع بعض وفي ناس بتحمس حاجات كده لا اعشاب زي اه انا كده بصي بطير منه 50% انا جبته ليه يعني اجيب ينسون عشان احمصوا الطير البخار منه وزيوت الطيارة وبعد كده اغليه لا خالص العشب يفضل زي ما هو يفضل زي ما هو عشان يعني فايدته انت بتطير منه 50% فالوصفة كالاتي طالما هتنطحن بتتعمل زي شاي الكوشري مفيش انت بتطحنها ميا مغلية عادي جدا جدا معلقة صغيرة خالص بتحطها في الكوبية وفوقها ميا مغلية وممكن تحلي بعسل وده انا افضله لان طبعا انت عارف عشق للعسل يعني افضله احنا عمليين مفاجأة لاستاذ المشاهدين الفترة الجاية ان شاء الله بخصوص العسل بخصوص العسل بإذن الله يعني فدي بالنسبة للطريقة الطريقة التانية فيه ناس يعني تحب تشوف الحاجة بعينيها وفي الحالة دي اتأغليه لان طبعا حاجة زي الانسون مادة قوية جامد خشب فمحتاج ان هو يضغيلي وجوبه بزر فمحتاج ان هو يطلع منه الفايدة فلازم يضغيلي الكلام ده لو حصل لو الطحن لا خلاص يتعمل زي الشاي الكوشة دي كالك طب فيه ناس بتعاني معاناة غير طبيعية من ارتجاع المريء من قطر الام المعدة بيجي لها ارتجاع مريء وبيجي لها سوق هضم طيب ان يتعامل بقى في الوقت دوت الوصفة المناسبة مع العلم انه ممكن يكونوا بيأكلوا كويس جدا ما بيلغبطوش في الاكل بس خلاص من قطر الام المعدة جالهم ارتجاع المريء والتهاب في الحلق يعني بيحسوا دايما ان زورهم وجعهم او زورهم مجروح وهو مش الزور اللي تعبوا هو المعدة هي اللي عاملة كده طب ايه بقى الوصفة اللي الناس ممكن تخدها بسيطة كده نعملها في البيت لسوق الهضم هنقول وصفتين بسرعة بس قبل ما اقول الوصفتين بس بسرعة قادر اقول لك بص يا سرعة هو الموضوع بتاع ارتجاع المريء هي حموضة حموضة ما تحضمتش وما نزلتش وبتعملك ارتجاع في المريء معانا اول وصفة ايه؟ مظبوط ال 20 جرام كمون 20 جرام كراوية 20 جرام ريحان 20 جرام بقدونس 20 جرام شبت لو بصنا لهم ككمية كلهم 100 جرام يعني حاجة صغيرة جدا وغير مكلف تماما بس انا هجبهم برضو هطحانهم وحطهم زي الشاي الكوشري بس هو الناس بس فهمة غلط في حاجة واحدة ان الاعشاب دايما محتاجة وقت او يعني اديها وقت يعني بياخد الكباية والتانية وبعدين يقول لي اصلا ما جابتش نتيجة طب انت من وجهة نظر حضرتك المفروض يوميا اديه او لمدة اسبوع مثلا ياخد اديه كل يوم مثلا اديه على الاقل خالص مرتين في اليوم مرتين في اليوم واحلى واحدة فيهم بتاعت الريق الصبح وحدى اخر النهار في ناس بتاخدها بعد الاكل او ايرد ان هو اخده ثلاث مرات بعد الاكل بس مهم ان انا ياخد ادي ايه بقى على الاقل اربعة ايام خمسة ايام في ناس بسم الله اياه يجيب نتيجة على طول بس اهو أربعة ايام خمسة على حسب بقى الحالة على حسب كل واحد المعدة عاملة الزاهڭ ارتجاع الشديد خفيف هو الوصف دي غير مكلفة تماما اوه طب في وصفة تاني معنا اهي الوصفة بتاعت اللي هي طريض الغزاعة بسوق الهضم اللي انا بكلم عليه اللي هي خمسين جرام بردقوش وخمسين جرام ينسون نجمي ودفنى له بقى في الاخر ده الينسون نجمي من دخله هنا كده في بذر نجمة بس طبعا طعمه وفايدته خمس أضعاف الينسون العادي خمس أضعاف ده اسمه ينسون نجمة ينسون نجمة ده مالوش علاقة بالينسون بتاعنا الطبيعي هو من الجنس لا 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 دي حاجة ودي حاجة بس طبعا فايدة أعلى بكتير بكتير وياردت الناس كلها تهتم بيه طب فيه بقى الألام العامة بتاعت المعدة تمام تمام احنا بعده بقى ما بنخلص ونخش بقى في المعدة كلها على بعض بتبقى تعبانة فاحنا كنا عايزين بقى حاجة خفيفة كده برضو محتوى قدينا كده ان احنا نقدر نعمله مع العلم ان كل الوصفات ديت زي الشاي الكشري مية مغلية خص المقونات فيها طب نحط المقونات في كباية ولا تغلي كلها مع بعض تغلي لو حصل لو سالينة زي ما هي لو بجمعها كده كباية لو مطحونة تغلي كشري اه طبعا في كباية لو مطحونة ونحط النا مش عايز افقد منها ونحط الشاي بقى من ضمن الحركات الحلوة قوي اللي فيها تكنيك بقى في العطارة ان انت بعد ما تحط الماء المغلية على الاعشاب غطيها وشمي البخار بتاعها انها فعلا حلوة كل زيوت الطيارة حلوة اه بتطلع انت بتتكلمي بقى في روزماري وبتتكلمي في مرمرية وبتتكلمي في بردقوش كل الحاجات وزعتر كل الحاجات اللي بتتكلمي فيها دي تستنشقيها ده يعني عايز اقولك يعني تكاد تكون مادة كوية لأي بكتيريا معانا بقى الوصفة اللي بعد كده بتاعت الام المادة دي بقى يا استاذ زي الام المادة يعني الوصفة البلدة دي عارفة اهل حاجة في القاهرة كده وفي شوارعها الصبح الحلبة الحلبة اللي هي الحصة لما تلاقيها كده في كباية في اي قهوة في اي كافية بتلاقي كباية حليب بسطة يعني الحلبة الحصة هي مش معي بس الحلبة بمعروطة مع الناس عارفينها يعني انا عايز خمسين جرام شمر خمسين جرام حلبة خمسين جرام نعناع ونفس القصة دي الام المادة بجد لأي حد عنده مغس مجرد ما بتطهن على بعض مجرد ما بتطهن ايه موليسة هطحن مجرد ما بتطهن على بعض زي ما هم ويدغلوا بينج لأي ألم في المادة طب انا بقى حددت اي ألم كده وخلاص هي مهدئة هي جميلة زي نعناع كده ما بناخده بهذه خلبي مثلا لو انا باخد الحاجات دي مرتين تأتي في اليوم تفرق كتير كتير بس هو الاستمرارية بتاعت الناس بس خلينا ماشيين بالوسط الحل الوسط ان احنا ناخد كبايتين في اليوم ده على الأقل من اي وصفة كبايتين في اليوم طب لو انا خدت وصفة مثلا الوصفة العامة ومعاها مثلا وخدت الوصفة في اليوم اخد كباية الصبحة كباية بالليل ولا على مدار أسبوع مثلا يعني ينفع ان انا اخد الوصفتين في نفس اليوم قصة صراعا انا هقولك على حاجة بجد والله العظيم وانت أفهم ما فيهاش يعني بقى وشارع الوصفة الوحدة فيها كلام كتير بس المهم ناخد المهم الناس تاخد يعني انت بتقولي لي اخد الوصفتين في اليوم اه يا سيدي اخد الوصفتين في اليوم اصلي دي بتهت كذا ودي بتهت كذا هي ما فيهاش تركيز كم في المية وكم قد ايه هي كلها زيود طيارة وفوائد خلاص اخدها بقى على بعضها لان العطارة ارقى من كده بجد يعني العطارة حلوة فيعني كون ان انا مثلا ألمها بالطريقة دي اتوحطها في كباية وفي الاخرى اتشربها يارب بتبقى حلبة حاصل وحدها صح برضو حلو حلوة جدا يعني احنا ممكن ناخد حاجة بسيطة نعملها مننا طبعا بصي با يا سيد زهير فيه مشكلة كبيرة جدا 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 بتقابلنا اه قرح المعدة اه طبعا قرح المعدة ديت من الحاجات المسببة لألم فضيع بتخليه الواحد اصلا نيم مش قادر ليقوم ولا وساعات الدكاترة بتحتاج من نظاره حاجات كتير قوي كده عشان نوصل ان فعلا في الاخر سبب ألم المعدة دوت بتبقى قرحة المعدة طبعا عايزين وصفة بسيطة للكرحة بتاعة المعدة وجدار المعدة اه بالضبط بص احنا لو هنتكلم بقى على جدار المعدة وقرحته طبعا له اسبابه اللي بقالها كتير عشان ناس بتفكر ان قرحة المعدة ده جاية في يومين في ثلاثة في شهر لا الموضوع بيبقى اكبر من كده بكتير النتيجة بقى التقلب الاكل وعدم مخروج فضلات وحاجات كتير بتبقى في المعدة لأ ده علي لازم منظفه طب اعمل بقى قرحة المعدة ووصفة حلوة كده احنا هنقول ان احنا عايزين سامغ عربي وده من ارقل حاجات اللي انا فعلا بحبها في وصفات كتير يعني هو بيخش في وصفات كتير بس انا هنحببها في الوصفة دي سامغ عربي حلبة بابونج البابونج برضه له ثلاثة اسماء معانا هنا بابونج اه البابونج طبعا موجود طلعه كده عشان الناس تشوفه البابونج اهو اه اسمه الشيح البابونج وده معروف جدا وفي اي عطارة ده رخيص خالص يعني واسمه اللاتيني طبعا كاموميل اه ممكن حالك تفتحه كده اه طبعا ورد طلع منه كده اه اه ورد 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 كده بس طبعا ريحته جميلة ونعم جدا وحلوة جدا وبيستخدم في عاجات كتير طلعه كده ايوا اهو الورد اه وردة جميلة جدا 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 اسمه الكاموميل والوردة ديت بتستخدم في التجميل وبتستخدم للمعدة وبتستخدم للتخسيس وبتستخدم القولون طبعا ده اساسي اعرض البعدة بالكامل ده بيبقى مهدئ مهدق جدا وطعم وطحفة وردة يعني الفرق حتها أصلا حلوة وفي نفس الوقت مدياكي مادة فعالة قوي جدا فأنا محتاج سمغ عربي وحلبة وبابونج التلاتة على بعض تحكي أحس هم التلاتة أنا عم تلاتة موجودة في أي محل العطارة وأخف تلاتة بس أخوهم السمغ السمغ مع حضرتك السمغ موجود السمغ العربي خربت كده منه أيوة ده على فكرة زي الليبان يتذكر لا هو أرقب هو مادة سمغية طبعا ده سمغ بس لا هو أكبر من اللي بنتذكر المنظر اللي انت شايفاه ده كده ده السمغ ده طب ده بيتحن ولا بيتاخد منه حتة صغيرة لو إحنا لما بنيجي نطحنه بنتحنه مع أعشاب عشان هو لو اتحن لوحده فعلا هي سمغ هيمسك الخلاط أو هيبوازه أو كده فإحنا بنفضل إن احنا بنضيفه بنسب معينة مثلا مع الخلط بس هو لما بينزل معده بقى بيعمل إيه السمغة من أقوى المواد اللي فيه ألياف غذائية مضادة للكروسترول ده أقل حاجة بيعمل جدار كده للمعدة بيمتص الدهون في الدم فبالتالي بيفيد القلب جد ده أنا كده لسه ما قلتش فوائده ده أنا كده بكلم مقتصر كتير واستخداماته ظاهرية كتير سمغ يعني هو مادة قوية جدا هو للشرب بس للإيه؟ للشرب بس إن احنا نشربه بس مش أكتر يعني فيه العشاب من ديت فيه حاجات بتحطها الأكل اه طبعا طب نتيجتها نفس الشرب بتاعه او طبعا يعني لو قلنا مثلا مثلا يعني لو قلنا كتان بزرق كتان اللي بنستخرج منه زيت الحار بزرق كتان لو اتطحم وكل واحد مثلا في اليوم بضرة وخدت منه معلقة على كوبات الزبادي واجبة مفيش دهون تاني بقى يلي ملوش علاقة بالشوفان اللي هو معلقة شوفان وعسل أعلى اسمه كتان اللي بنستخرج منه الزيت الحار بصلي الزيت الحار الزيت الحار ده جميل جدا الزيت الحار ده للتخصيص كمان جدا دمه هو نفس القصة بقولك المعلقة منه بودر نحطها في كوبات الزبادي وتبقى دي الوجبة طب بس النتيجة المفعولة الشرب يعني الشرب هو ده أكتر حاجة بس أنا بفضل الأكل له لأنه هو بيطلع مادة جلتينية كده فممكن نخلي الكوبات مكلكعة شوية لا أنا أطحنه وخليه بودر وحط منه في طبق سلطة أحط منه على كوبات الزبادي أنا بفضل الطريقتين دول لو هيتاكل زي ما هو إنما لو زيت لا خلاص زيت نحطه في أي حاجة لا ده فويت كتير جدا ده عالم ده عالم كبير جدا عالم كل الحاجات دي تودي للإمساك فإحنا عايزين وصفة بسيطة ممكن يقدر يستخدمها الناس الصغيرة والناس الكبيرة للإمساك موضوع الإمساك بس هتكلم عن نقطة صغيرة فيه إن آه دي الوصفة بتاعها 50 جرام كراويا 50 جرام بردقوش 50 جرام سلامكة قرون تمام السلامكة القرون أهيه آه ورينا بها كده طلعها كده يا أسي الزهر إيه ده ده شبقه ورق اللورة آه لا هي بقيت شبقه آه يعني نوع عمل لما الناس آه ما بتبقى شفتهمها يعني أنا كده أنا لو رح أجيبها هفتكر دي ورق اللورة آه الفرق بينها إيه بقى وبين ورق اللورة لا لا فرق شايس عهي اللي جاب ده ده خالص لا دي مادة لا الناس تميز شكلها إزاي آه هي ورقة زي ما أنت شايفها كده بص عاملة إزاي واخدت شكل المنظر من الشفات دي اسمها سلامكة قرون أو باللاتيني سنة تمام أو باللاتيني اسمها سنة الورقة دي على رغم رفعها وجسمها الصغاية ده صغاية ده إن جواها بزر يعني ساعات لما بنفتحها بيبقى جواها بزر صغير خالص كده فهي أقوى من السلامكة اللي ورقها أخضر هما نعين بس ده أحسنهم يعني الوصفة اللي أنا قلتها اللي هي بتاعة الإمساك الإمساك دي تعالي نمسك بس موضوع الإمساك في إن موضوع الإمساك لو أنا تعودت إن أنا أخذ ملينات فأنا فعلا مش هعرف أدخل حمام غير بالملينات وبعد فترة أي جسد هتعود عليك بيتعود عليك ودي بقى مشكلة ده لأ يعني في الحاجات الطبيعية ده مليين طبيعي مليين طبيعي واستخدمه عند اللزوم طب أنا عندي اللزوم موجودة على طول وماله استخدمه عند اللزوم بأحجام بحيث إن أنت تشغل معدتك شوية نوصل لإنك طبيعي بس كل دوت بيخدم على بعضه يعني أنا أخذ أعشاب القولون الأول يعني عشان بس عالج الأول الحاجة الأولانية اللي تعباني وبعد كده واحدة واحدة أبتدأ أخش على الأعشاب التانية اللي لها فوائد تاني كتير طبعا كتير بص يا أساس ظاهر أصلا هو الكلام مع خبرتك ما بيخلص ده علم كبير جدا لو دخلنا فيه خدناه جزء جزء بجد مش هنعرف نخلصه خالص في حلقات وحلقات فأنا بشكر حدك جدا وقت حلقتنا خلص بسرعة وإحنا مش بنلحق بسرعة نشبع من وصفاتك بس إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية إحنا بنوعد أستاذ مشاهدين في حلقات قوية جدا بس زاهر هيودينا بقى أماكن صعبة جدا نقدر بقى نجيب مستخلصات الأعشاب منها بإذن الله ونقدر نفرق إزاي بين كل عشب والتاني والمجموعة اللي قدامنا دي حاجة بسيطة عشان محدش يطلق بس أن بيروح يجيب حاجة يعني إحنا زي ما إحنا شفنا كده في حاجات شبه بعضها في العطار عشان ما نتلغبطش في الحاجات اللي إحنا هم نجيبها الحاجات سهلة وبسيطة جدا بس الناس تبقى يعني تعمل سرش لازم كلنا نقرأ على الأعشاب دي حتى لو شمر قراوية هاي القراوية معروفة ده قراوية أصلا بيصفها للأطفال يعني أقرأ على القراوية وبتعمل بها إيه وبتروح فين لأن فعلا فعلا إحنا يعني بعيد أوى عن إحنا نفهم الفوائد لا لازم نقرأها طبعا بشكر حضرتك جدا بشكر أستاذ ظاهر أبو خشالة صاحب محلات أبو خشالة شوفكم أعزائي المشاهدين إن شاء الله في الحلقة الجاية استلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته